مرحبا انا رائد جرار مدرب وخبير معتمد من شركة ادوبي العالمية اليوم رح كون معاكم بفيديو من سلسلة انا بشتغلها هيك او انا بشتغلها بهاي الطريقة انت كيف تشتغلها اليوم رح نعمل تطبيق الصن بيم اللي هي اشعات الشمس بتمنى بعد ما نحضر الفيديو انو تشاركونا الطرق اللي انتو بتستخدموها لصناعة اشعات الشمس من خلال برنامج الفوتوشوب الفكرة كالتالي الي رح نعمل واللي هي هاي الاطياف سواء كانت تحت المي او اللي بين الشجر ببساطة انا جهزت الملف الباكي جراوند هاي الصورة ايجتني هيك غيرت شوي على الباكي جراوند اللي فيها هاي طفت السلحفة وعملت لها الي هي المنطقة البقرة اللي بدي اطلع منها الشعاع وعدلت على السلحفة بحيث انو تبين انها داخل المي هلا اللي رح نضيفو اللي رح نعملو اللي هي هاي الاطياف ببساطة الخطوات كالتالي عملت لاير جديد وراح اطبق عليه جراديينت هلا هاي الجراديينت اللي رح نستخدمو اللي هي ستايل النويز رح اغير الجراديينت تايب واستخدم ستايل النويز هلا هي طريقة طريقة تانية من الجالريز اللي موجودين باللي جراديينت اللي هي نويز سامبل رح يعطيني بعض التدرجات الجاهزة انا بدي اضيفهم على التدرجات الموجودة عندي هاي اب بنت فاستخدمت عسبين المثال هاي الجرين هاي اوكي هلا هون استخدمت اللينير لعمل التدرج على اللير اللي انشأته وهي طبقت الجراديينت هون طبقته على لاير مستقل وطبقته بشكل خطوط مستقيمة بحيث اني يكون عندي المقدر على عمل لترانسفوم من قائمة ادت ترانسفوم رح استخدم نظام او ستايل البرسبكتف اللي هو المنظور بحيث ابين انه فيه لها شوية بعد بعد ما عملت هاي الخطوة غيرت النمط اللوني خليته رماديات من خلال قائمة اميج ادجسمنت ديساتيوريت اي اميج ادجسمنت ديساتيوريت بعد ما عملت هاي الطريقة الرماديات اللي طلعت عندي هون بدي ازيد كثافتها فاروحت على الليفل من نفس المكان اميج ادجسمنت واستخدمت الشادو زدت اللي هو اللون الاسود اللي موجود هون ونفس الاشي الهايلايت زدت كمية الهايلايت عشان ازيد قوة الابيض وقوة اللون الاسود وهي اوكي هلا بعد هاي الخطوة استخدمت بلندينج مود ممكن استخدم الكلر دوج عشان يعطيني الايحاء تقريبا الايحاء صار بشكل المطلوب هلا ضل عندي اللي هي الاطراف الخاصة بهاي الاشعة ممكن اني اخفف حديتها من خلال عمل الماسك واستخدم البراش وامحي هاي الاطراف ونفس الاشي الجهة التانية وممكن حتى اللي هي المناطق اللي تحت اذا بدي اخفف من حديتها هلا اذا كانت كثافة اللون قوية ممكن حسب البلندينج مود اللي اخترته اخفف بالفيل او اذا كان بلندينج مود اخر ممكن اخفف من الوباسيتي هلا وهي التطبيق تاني ميزة الجراديينت انه بيعطيني اللينير اذا كنت بدي ستايل اللينير الخطوط المستقيمة او ممكن اللي هي الدائرية هلا بهاي الطريقة اللي هي عشان يعطينيها هاي اللي جراديينت ممكن استخدم اللي جراديينت والستايل اللي هو الانجل عشان اعمل وين مصدر الاضاءة عندي لنفترض مصدر الاضاءة هون وكنت بديها شكل دوائر بعمل بهاي الطريقة عشان تعطيني هاي الاشعة اذا كنت حابب انه الحدية تاعت هاي الخطوط تكون اخف باستخدم عليها اللي هو نظام البلير الغباش في عندي بحالات تركيب الصور هاي مثال اخر بحالات تركيب الصور عشان اعطي الايحاء القوي لهاي الاشعة انا ممكن استخدم هاي الطريقة هاي هي كانت الصورة عملية التركيب واضافة الصنبيم بهاي الطريقة وهاي مثال اخر ليعطيكم العافية اشتركوا في القناة